أعلنت حركة حماس أنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المقرر عقدها غدا الخميس في قطر وأكدت الحركة أنها متمسكة بوارقة الوسطى التي قدمت إليها في الثاني من يوليو والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب الرئيس الأمريكي بايدن مشيرة إلى أن الحركة جاهزة للبدء فورا في البحث عن أليات للتنفيذ واعتبرت الحركة أن الذهاب لمفاوضات جديدة يتيح للاحتلال فرص وفرض شروط جديدة وارتكاب مزيد من المجازل كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها سترسل وفدا إلى المحادثات غدا